اشتركوا في القناة استعادة الرياض نرجع بالذاكرة الخلف شوي نشوف ماذا حصل وكيف تم استعادة الرياض نتذكر الدولة السعودية الثانية انها سقطت على يد برشيد وكذلك اخر حكام عبد الرحمن الفيصل اللي ارتحل من الرياض الى الكويت واخذ معها اسرته وكان ابنه عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل يفكر دائما وكان هاجسه طوال تلك الفترة هو استعادة ملك ابائه واجداده نعرف ان الملك عبد العزيز كان يفكر دائما وكان مثل ما ذكرنا الدرس الماضي يخرج الى الصحراء الى مكان مرتفع ويبدأ يفكر في او يخطط لاستعادة الرياض عاد الملك عبد العزيز فعلا لاستعادة الرياض وذلك بمحاولتين المحاولة الاولى اللي هي في معركة الصريف حصلت معركة بين ابن صباح وابن رشيد ونعرف ان عبد الرحمن الفيصل وابنه الملك عبد العزيز خرجوا مع ابن صباح لمعركة الصريف بينما كانوا في الطريق خرج الملك عبد العزيز واخذ استأذن من والده ابن صباح واخذ معه فرقة صغيرة ونزل باتجاه الرياض طبعا منها ان يتعرف على الرياض واهال الرياض اماكن الدخول للرياض وكذلك ليشتت ابن رشيد في هذه لانها تخدم مصلحة ابن صباح كذلك في هذه المعركة فخرج من الشوكي تقريبا الى الرياض ودخل الرياض وحاصر المصمك حتى اتته الاخبار بهزيمة ابن صباح خسارة ابن صباح في معركة الصريف ولذلك انسحب الملك عبد العزيز فك الحصار عن الرياض وعاد الى الكويت بعدها بسنة عام 1319 خرج الملك عبد العزيز مثل ما ذكرنا سابقا باتجاه الاحسى ثم الى الربع الخالي جنوب المملكة العربية السعودية جنوب شبه الجزيرة العربية ثم مرورا بالخرج الى جنوب الرياض شقيب ثم دخل الرياض مثل ما ذكرنا سابقا انه دخل المصمك وقتل العجلان واعلن اعلى المصمك الملك لله ثم لعبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركيا لسعود بذلك تم استعادة الرياض نجي لاسترداد جنوب الرياض سؤال يطرح نفسه لماذا الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بدأ باسترداد جنوب الرياض لماذا بدأ باسترداد جنوب الرياض سؤال يطرح نفسه لماذا لم يذهب شمالا مثلا القصيم او الاحسى او مثلا مكة او المدينة ليش بالذات استرد جنوب الرياض أولاً ليش ما راح شمال باتجاه برشيد إلى حايل طبعاً الإجابة أن الملك عبد العزيز يعرف تماماً أن أهالي جنوب الرياض منطقة حوطة بن تميم الأفلاج إلى وادي الدواسر كل هؤلاء مؤيدين للحكم السعودي مؤيدين للدولة السعودية لذلك بدأ باسترداد هذه المناطق وكل هذه المناطق سلماً دخلت في حكم الملك عبد العزيز تمكن الملك عبد العزيز من استرجاع المناطق الجنوبية من الرياض منذ الخارج حوطة بن تميم الحريق الأفلاج والدواسر كلها دخلت سلماً مع الملك عبد العزيز حينها قرر بالرشيدة الزحف إلى الرياض طبعاً ذهب إلى الرياض في هذا الوقت طبعاً عسكر قرابة 25 كيلو منها فخرج الملك عبد العزيز باتجاه الجنوب منطقة الخرج وترك الرياض في حماية والدها عبد الرحمن الفيصل طبعاً عسكر بن رشيد في بنبان 25 كيلو تقريباً شمال الرياض ثم ترك هذا المكان ونزل باتجاه الخرج لأنه يريد الملك عبد العزيز فحصلت معركة لسنة 1320 معركة الدلم والتي انتصر فيها الملك عبد العزيز وهذا انتصار مهم معركة الدلم تعد من المعارك المهمة جداً ليلة انها اول معركة حصلت بين الملك عبد العزيز وبين ابو الرشيد طبعاً انتصر فيها الملك عبد العزيز واجبر كذلك الملك عبد العزيز اجبر ابو الرشيد انه ينسحب الى حفر الباطن باتجاه الشمال ثانياً استرداد القصيم بعد ان تقوى الملك عبد العزيز بدأ يجمع قواته واسترد جنوب الرياض الان صار عنده منطقة الرياض ثم المناطق الجنوبية الى وادي الدواسر فاصبح عنده قوة الان يقدر يجابه ابن رشيد في الميدان بكل قوة بالنسبة لاسترداد القصيم تطلع الملك عبد العزيز عقب ذلك استرداد منطقة القصيم فهاجم قوة ابو الرشيد اللي كانت مرابطة في السر جنوب القصيم ثم دخل عنيزة عام 1322 ثم التقى بجيش ابو الرشيد في البكيرية غرب القصيم فرجحت كفة ابو الرشيد في الميدان الا ان الملك عبد العزيز عاقد العزم على المجابهة والانتصار فانتصر فعلاً في هذه المعركة ومنها تقدم الى شنانة جنوب الرس فوقعت هناك معركة حاسمة جيش ابو الرشيد المدعم بقوات عثمانية تمكن الملك عبد العزيز من كسب المعركة وانهاء النفوذ العثماني في القصيم لكن ابو الرشيد عاد مجدداً الى المنطقة اذر سماعه بتوجه قوات الملك عبد العزيز باتجاه قطر في هذه الاوقات استنجد حاكم قطر بالملك عبد العزيز استنجد به لان كان عنده بعض المشكلات الداخلية داخل دولة قطر فاستنجد بالملك عبد العزيز وفعلاً الملك عبد العزيز وجب هذا النداء واتجه باتجاه قطر في هذه الحالة لما سمع ابو الرشيد ان الملك عبد العزيز ذهب الى قطر قدم الى القصيم لاستردادها عاد مجدداً الى المنطقة لما توجه طبعاً الملك عبد العزيز باتجاه قطر عسكر في روضة المهنة وروضة المهنة هذه قريبة من بريدة لما عسكر في روضة المهنة علم الملك عبد العزيز وتتهل الأخبار فعاد مرة أخرى الى روضة المهنة وحصلت معركة في روضة المهنة سنة 1324 انتصر فيها الملك عبد العزيز ومن نتائج هذه المعركة طبعاً ضعف ابو الرشيد وقوة ابو الرشيد وإجلاء الحامية العثمانية من القصيم ونهاية أو قتل المعركة هذه قتل فيها عبد العزيز بمتعب ابو الرشيد لذلك لم يتبقى لحكم ابو الرشيد سوى حايل فقط نأتي إلى استرداد الأحسى من المعروف أن الأحسى طبعاً تشكل قوة اقتصادية كبيرة لكل الدول اللي مرت دولة السعودية الأولى كذلك الثانية دائماً تحاول أنها تسترد الأحسى ونلاحظ نزاع الدولة العثمانية الدولة العثمانية تحاول أخذ الأحسى بشتى الطرق لأنها تشرف على الخليج العربي ونعرف قوتها الاقتصادية لأنها الإقليم الأحسى أو منطقة الأحسى منطقة اقتصادية زراعية بحتة وكذلك مجاورة للخليج العربي فتستفيد من الموانئ طبعاً سعى الملك عبدالله استرداد الأحسى من الدولة العثمانية التي احتلتها نهاية الدولة السعودية الثانية نعرف أن والي العراق نزل لمساعدة طبعاً هذا شيء ظاهري مساعدة الدولة السعودية الثانية إلا أنه استولى على إقليم الأحسى صار إليه سنة 1331 بالقرب من الهفوف ثم هاجم الكوت وهذه قلعة في الأحسى واتخذ سياسة جديدة في القتال أو الاستراتيجية جديدة في الحرب التي تسلق الأسوار فقفز الأسوار هو رجاله طبعاً من سلالم صنعت من الجذوع والحبال ثم دخلوا هذه القلعة طبعاً جرت مفاوضات بين الملك عبداليز وقائد الحامية العثمانية هناك انتهت بأن يسلمون أسلحتهم الحامية العثمانية ويخرجون آمنين من منطقة الأحسى وفعلاً أعطاهم الأمان الملك عبدالعزيز وأوفى بعهده أن أخرجهم سالمين آمنين ذو أذهبوا إلى بلادهم طبعاً عكس ما فعل العثمانيين نعرف العثمانيين في الدولة السعودية الأولى غدروا بالدولة السعودية الأولى لما أحرقوا الدرعية أعطوا السعودية الأمان فلما سلموا أنفسهم قاموا بحرق الدرعية عن بكرة أبيها وهدموها إلا أن موقف الملك عبدالعزيز هنا أنه أخرج الحامية العثمانية آمنين مستأمنين وذهبوا إلى بلادهم طبعاً ثم بعد ذلك القطيف دخل القطيف وخرج أخرج من فيها من جد أتراك على ظهر السفن وذهبوا إلى بلادهم نجي لاسترداد شمال البلاد استعد الملك عبدالعزيز لإكمال توحيد أجزاء نجد وشمال البلاد فعد جيش من عشرة آلاف مقاتل سنة 1340 واتجه به إلى حاية المتخذة من القصيم مركز له طبعاً قسم الجيش إلى ثلاثة أقسام قسم يرأسه الملك عبدالعزيز مستقر في القصيم قسم يرأسه أخوه محمد محمد بن عبدالرحمان فيصل بن تركي واتجه شمال المملكة والقسم الثالث يقوده الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود وفعلاً هو اللي حاصر حايل حايل تحت الحصار نجي لمنطقة حايل تحت الحصار طبعاً نجي لأمير طبعاً تولى الملك عبدالعزيز قيادة فرقة الثالثة مثل ما تحدثنا واثناء حصار حضر أمير حايل وهذا اللي جاء بعد بن رشيد عبدالله بن متعب آل رشيد إلى معسكر الأمير سعود معلناً لاستسلام استسلم إلا أنه محمد بن طلال محمد بن طلال رفض هذا الاستسلام فأغلق حايل على نفسه ولم يفتح المدينة نهائياً حتى أن أهالي حايل تدمروا من هذا الحصار وأدركوا أن الملك عبدالعزيز لديه قوة هائلة وأنه لا محالة سيأخذ حايل فطواعية تدمروا من هذا القرار من قرار محمد بن طلال فأوضحوا له أنه لابد أن تستسلم وتفتح أبواب حايل وفعلاً فتحت أبواب حايل ودخلها الملك عبدالعزيز سنة 1340 للهجرة نجي بعد ذلك استرداد عسير ونجران في سنة 1338 أرسل الملك عبدالعزيز حملة عسكرية بقيادة الأمير عبدالعزيز بمساعد بن جلوي تمكنت من استرداد عسير ودخول أبها وكذلك نجران نجي للحجاز طبعاً الشريف حسين بن علي معروف أنه يملك الحجاز وكذلك ترباه والخرمة عند خالد بن لأي ترباه والخرمة عند خالد بن لأي وكان أبن لأي خاضع لسيادة الشريف حسين بن علي خالد بن لأي خاضع وهو رئيس أو نقول الحاكم ترباه والخرمة خاضع لحسين بن علي إلا أن خالد بن لأي دخل ضمن الحكم السعودي دخل ضمن الحكم السعودي مما أغضب الشريف حسين بن علي الشريف حسين بن علي غضب من خالد بن لؤي فاعتدى على تربه والخرمة بعد ذلك خالد بن لؤي استنجد بالملك عبدالعزيز من اعتداء الشريف حسين بن علي فدخل أو تدخل ملك عبد العزيز حماية لخالد بن لؤي فناصره فعلا انتصر في معركة تربة والخرمة مما أغضب حسين بن علي فقام أو قرر بعدم دخول الملك عبد العزيز وأتباعه الدولة السعودية كاملة لا يدخلون مكة لأداء العمرة والحج طبعا بعد ذلك أقيم مؤتمر بقيادة والد الملك عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل وتقرر في هذا المؤتمر أنه لا بد من استعادة الحجاز وإدخالها ضمن الحكم السعودي وفعلا هذا ما حصل توجه الملك عبد العزيز بداية إلى الطايف وحصلت هناك بعض المعارك معركة الهدى سنة 1334 استولى على الطايف طبعا وهزائم متلاحقة ومتتالية دائما للشريف إحسين بن علي طبعا بعد هذه الهزائم المتتالية ترك الشريف إحسين بن علي الحكم وأودعه إلى ابنه علي الآن علي هو الحاكم الفعلي للحجاز أما الشريف إحسين بن علي ترك الحجاز كليا ورحل منها أما الشريف علي فخرج من مكة المكرمة واتجه وتحصن في منطقة جدة وبهذا دخل الملك عبد العزيز وقواته عام 1343 لابسي الإحرام ودخلوا إلى مكة المكرمة وصل الملك عبد العزيز إلى مكة وبعد شهرين من وصولها أمر بحصار جدة التي يتحصن فيها علي علي بن الحسين وكان الملك عبد العزيز فيها أثناء حصار جدة يرسل السراية طبعا المناطق المجاورة الشمال جدة المناطق الساحلية للبحر الأحمر طبعا كل هذا من أجل تيسير الحج والعمرة للحجاج والمعتمرين سيطرت قواته على الليث وهذه مناطق الساحلية والقنفذة ورابغ وينبع النخيل والعلا ثم بعد ذلك المدينة المنورة التي استسلمت حاميتها طبعا لم يلبث علي بن الحسين إلا أن أعلن استسلامه وسلم جدة لدولة السعودية في السنة نفسها فدخلها الملك عبد العزيز وبعد أن استتبى الأمر في الحجاز عامل لتأمين طرق الحج وسلامته كما وحد الصلاة في المسجد الحرام نعرف أن المسجد الحرام وقت الشريف حسين بن علي وكذلك ابنه هذه صورة تشبيهية أو تقريبية لكيفية الصلاة اللي كانت كان مقام حنفي ومقام شافعي ومقام حنبلي ومقام مالك وكانت الصلوات تقام عدة مرات مثلا صلاة المغرب تقام أربع مرات في الحرام في مكة وكل مقام له إمام يعني تخيلوا الصلاة تقام أربع مرات في الحرام فألغي كل ذلك نجل ضم جازان طبعا كانت جازان من أجزاء الدولة السعودية الأولى نعرف ذلك عندما بدأ الملكة عبدالعزيز في توحيد البلاد جرى الاتفاق مع الحسن الإدريسي لضمها وعندما حاول إدريسي نقض الاتفاق تمكن الملكة عبدالعزيز في عام 1351 ضم جازان لتصبح جزءا من المملكة العربية السعودية كما كانت في السابق نجل تسمية المملكة العربية السعودية نحط خطين على 23 سبتمبر وهو اليوم الوطني السعودي حينما سميت المملكة العربية السعودية بهذا الاسم نعرف أن الملك عبدالعزيز مر على عدة مسميات لما كان حاكما لنجد كان يسمى بسلطان نجد ثم بعد ذلك بعد التوحيد الأحسى صار يسمى بسلطان نجد وملحقاتها ثم بعد توحيد الحجاز أصبح يسمى بسلطان نجد وملك الحجاز وملحقاتها وأخيرا في 23 سبتمبر عام 1932 أصبح يسمى بملك المملكة العربية السعودية وكذلك سميت بهذا الجزء من الجزيرة عربية حدود المملكة العربية السعودية 29 سبتمبر يقام احتفال اليوم الوطني طبعا نجد الأسس قيام السعودية قامت المملكة السعودية على أساس متين من تعاليم الشريعة الإسلامية الشرع المطهر من القرآن طبعا اتخذت القرآن دستورا ومنهجا ومن السنة النبوية أسوة ونبراسا وطبعا المملكة العربية السعودية نظام الحكم فيها ملكي فيه الملك عبد العزيز ثم أبنائه من بعده ثم أبناء أبنائهم الأجزر بالحكم وطبعا عند الشورى دائما تتخذ المملكة العربية السعودية وهي دولة إسلامية على كل حال معالم السياسة في المملكة السعودية أولا عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى طبعا المملكة السعودية لا تتدخل في أي شؤون دولية لأي دولة شؤون داخلية لأي دولة وكذلك لا نرضى ولا ترضى المملكة السعودية بأن تأتي أي دولة وتتدخل في شؤونها الخاصة أو في الشؤون الدولية نجي النقطة الأخرى مناصرة قضايا العرب وطبعا أدلة كثير جدا مناصرة قضايا العرب منها قضية والمسلمين طبعا من ضمن هذه القضايا قضية فلسطين ونعرف ماذا فعلت المملكة العربية السعودية على مر السيناء على مر العصور من الملك عبد العزيز إلى يومنا هذا والمملكة العربية السعودية واقفة بشكل قوي مع القضية الفلسطينية وقضايا كثير جدا لا تعد ولا تحصى طبعا ودعمها في المحافل الدولية والفاعل الإيجابي في المشكلات العالمية المعاصرة ولذا ساندت المنظمات الدولية تحقيق السلام والعدل بين الشعوب هذه صورة طبعا إذا رجعنا للدرس زين هذه الصورة إن شاء الله أن تكون واضحة وهذه تبين التواريخ لاستعادة الملك عبد العزيز لأجزاء المملكة العربية السعودية مثلا 1319 لاحظ باللون الأخضر هنا الرياض والمناطق الجنوبية من الرياض وكذلك التواريخ الأخرى والألوان توضح مراحل استعادة المملكة العربية السعودية وتوحيد المملكة العربية السعودية انتهى درسنا هذا شكر لكم استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته